موسيقى في منتصف ثمانيات القرن الماضي قررت مجموعة من المهتمين بتنمية المجتمع تأسيس منظمة دولية غير حكومية للإغاثة العاجلة وتنمية الشعوب الفقيرة واطلقوا عليها منظمة الإغاثة الدولية عبر العالم ومقرها مدينة بيرمينجهام البريطانية واختاروا لقياجتها الدكتور هاني البنة موسيقى جاء تأسيس منظمة استجابة للمجاعات التي اكتاحت بعض دول إفريقيا في ذلك الوقت ثم تنام عملها في تقديم المساعدات الطبية والغذائية والاجتماعية والتعليمية للشعوب الفقيرة كذلك الشعوب التي تتعرض للكوارث عبر العالم موسيقى للإغاثة الإسلامية مكاتب لجمع التبرعات في الكثير من دول العالم وذلك مكاتب ميدانية في العديد من دول العالم النامية موسيقى اما مؤسسها الدكتور هاني البنة فقد ولد في مصر ودرس الطب البشري في جامعة الازهر ثم حصل على دبلون في الدراسات الإسلامية ثم وصل دراساته في المملكة المتحدة حيث منح جائزة كبرى في الطب وحصل على شهادة الدكتوراه من جامعة بيرمينغهام عام 91 والدكتوراه الفخرية من نفس الجامعة عام 2007 موسيقى موسيقى الدكتور البنة أسس أيضا عددا من الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني المختلفة وزر أكثر من 70 دولة في العالم ويعتبر من القيادات المؤثرة في الجالية المسلمة في المجتمع البريطاني وحاز على العديد من جوائز التقدير أهمها وسام الملكة البريطانية عام 2004 تقديرا لجهوده في العمل الخيري الدولي وجائزة ابن خلدون دوره في تشجيع التواصل والحوار بين الثقافات والأديان عام 2004 موسيقى 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 زي كنا بنتكلم على التنمية وبنتكلم على فعل الخير وبنتكلم على مستقبل عظيم وجميل لازم نحزو وناخد عبرة من التجارب المتميزة اللي بدأها يعني مصريين أفاضل وشرفاء من 28 سنة مرت على تأسيس منظمة الإغاثة الإسلامية 28 سنة يعني قاموا فيها أطعام جائع وإيواء متشرد وإنقاذ أرواح 28 سنة ما بين حروب وفيضانات ومجاعات 28 سنة ما بين زيادة المحتاجين الإغاثة في العالم وبين التشكيك في مصادر الإنفاق 28 سنة عمر مسيرة طويلة حافلة بالتحديات كانت تدفع لليأس والإحباط بسبب الأهوال اللي شافتها المنظمة في كل بقاع الأرض لكن توفيق ربنا أولا ثم روح الإسرار والتحدي في قلوب الشغالين فيها كان لها الكلمة النهائية 28 سنة مرورا على أكبر صرح إغاثة إسلامي في العالم اللي بدأ بـ 20 إرش كانوا في جيب دفن الدكتور هاني اللي بدنا مؤسس منظمة الإغاثة الإسلامية دكتور هاني أنا سأعيد فخور لنقع معك لأن الحقيقة ما قمت به شيء يشرف كل مصري وكل عربي وكل إنسان يعني يشعر بمعاناة الفقراء والمهمشين وأنا أدعي أن أنا بعيش هذه التجربة في برنانجي في أحد من الناس فأنا بحييك وأقدرك وأشكرك أن في زيارتك القصيرة لمصر أنا كنتشرفتني النهار دا في تسعين دي أهلا بيكم أهلا بيكم ومن نظر مصر وبناء ولك فيك وخليني يعني بعد ما تكلمنا عنه يعني عرفنا الناس بهيئة الإغاثة الإسلامية اللي أنا أعرف عنها الكثير والكثير واليمكن لو عادنا نعمل عنها أفلام ممكن نقعد ساعة ساعة ونصف مدة البرنامج كلها لكن خليني أحكي للناس من خلال حددك كيف كانت البداية كيف فكرت في إنشاء هيئة الإغاثة الإسلامية بعشرين قرش جائنوا في جيفاك تفضل الحمد لله طبعا البداية كانت أبسط مما تتخيله ويتخيله أي حد هي كانت استجابة للمجاعة في الشرق أفريقيا القرن الأفريقي وهو كانت مجاعة شديدة على عشرات الملايين في شرق أفريقيا بالذات ويتكررت العام الماضي أيضا في شرق أفريقيا في الصومار وتكررت من عشر سنوات في شرق أفريقيا في كينيا وفي الصومار وفي جنوب السودان إلى آخرين العمل بدأ لأن كان فيه رؤية رؤية كلمة بسيطة جدا عايزين نساعد الناس فقط إلا كان فيه مكتب إلا كان فيه ميزانية إلا كان فيه لوائح إلا كان فيه تسجيل إلا كان فيه أي شيء إلا إن هو رؤية رؤية الشعور بالمساعدة رؤية الشعور بالمساعدة والواجب من أجل إنقاذ وإغاثة هؤلاء الناس بأي شيء بتوزيع أوراق بجمع التبرعات بالتحدث مع الناس في المساجد وفي المؤتمرات وكذا وكذا كل هذه الأشياء كانت أبسط مما يتخيله أي شخص متحدثنا بعد مسيحة 28 سنة في عمل إنساني إغاثي إسلامي وكيف بدأ هذا العمل هذا العمل في أي مكان في العالم هو بذرة تضعها في أرض صالحة ثم طلعاها والذي لا يرعى بذرته لا يرى النبتته وبالتالي لا يرى ثمار هذه النبتة فضل الله سبحانه وتعالى هذه البذرة الصغيرة بلتكوات من 20 قرش وكان طفل صغير مش فلوسي هنا كان طفل صغير هو أحد أقاربي في مصر والوقتي مدرس في جمعة حلوان هنا ولسه نتجاوز جديد بعده سنتين اسمه الدكتور باسم الدين العشرين كان حق تمنى الشوكولاتة بتاعه يعني وانا كنت بذير مصر بعد زيارته للسودان لاكتشاف حجم الكارثة الحقيقية للمجاعة التي ضربت القرن الأفريقي في عام 1983 ووجدنا ان المسلمين في الغرب ليس لهم دور فكان لابد ان يكون لنا دور ولابد ان نوضح ان هذا الدور دور انساني بحت لكي نقول ان نحن المسلمين قادرون على ان نوصل انسانية الاسلام لكل بقع العالم وبعد 28 سنة استطعنا ان نحصل على هذه الثمار التي تمتعنا بها كمؤسسة ثم تبتع بها الآخرين كمستفيدين وكشركاء وكدول حتى دول كثيرة جدا تمنح الاضافة الاسلامية حاليا المنح والشراكات لماذا لانها قيمة فعالية انسانية عملية ميدانية بقاعدة تعبر عن القيمة الاسلامية الحضارية خدت عشرين ارش عملت بها ايه اول عشرين ارش دي بدأتها عملت بها اه حطتها في الصندوق وبعدين وبعدين اشترينا صندوق صغير كده حطناه على حيطة في مكان كان اسم مدارة طرق المسلمين ومدارة المكان قائم الى الاخر الى الان وكنا كل يوم سبت عندنا حلقة اه للقرآن الكريم نفتح الصندوق نقل في خمسة جنيه عشر جنيه عشرين جنيه ناخد الصندوق الفلوس اللي في الصندوق نحطها في حساب فتحناها في البنك وكنت انا وليها زميل اسمه الدكتور احسان الشبيب كنا عملت دكتوراه هو في الكيميا وانا في ثم التحك بعدنا بعدين بعد سنة او سنتين دكتور اسام الحداد وبعض الاخوة الاخرين من الدكاتة زوتور محمد الالفي الى الاخرين واستمرت المسيرة مسيرة السندوق سوف المسيرة تبدأ برؤية وتبدأ بالاسرار والايمان على انك قادر على ان تغيط الاخرين حتى ولو لم تمتلك كرشا واحدا حبك لعمل الخير الذي تمثل في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم ان لله عبادا اختصهم بقضاء حوائق الناس حببهم الى الناس وحب بخيرهم هذا الحب وهذا الاختصاص من الله سبحانه وتعالى هو الذي يجعل اخونا اخونا في كل مكان في العالم يطلعوا ويقولوا نحن قادرين على اخونا عمر الليسي بالذات انا اذكرك انت عن ان انت لك مجال كبير جدا في العمل الخير لكن لا تظهره لان انت هنا هنا الرسالة رسالة اختصاص من الله سبحانه وتعالى لشخصية عمر الليسي لشخصية محمد حسن محمود علي حسنية لشخصية جرجس لشخصية جورج اي واحد ربنا بينظر الى قلب هذا المؤمن الذي يريد ان يحمل عب رسالة رفع المعاناة عن قلب مكلوم سواء كان هذا المكلوم انسان ام حيوان دكتور يمكن البداية كانت بداية متواضعة زي ما حالك تفضلت وقلت لكن خلينا اسألك هل الاغاسة الاسلامية كانت توجه فقط خدماتها للفقراء من المسلمين اما غير المسلمين ايضا هو من الاول كنا احنا عندنا رؤية واسعة عن رؤية ضيقة لبعض المذاهب اللي انا يقول عليها يعني بعيدة عن وسطية الاسلام او بعيدة عن فهم الاسلام الشمولي فهم الاسلام الشمولي وما ارسلناك الا رحمة للعالمين ويتعونه على الطعام حبه على الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا مسكينا بساعة المسكنة واليتم والفقر فلم يخص الله سبحانه وتعالى مسلم او غير مسلم انما وتعوني وكم الله جلال انا نرد منكم الجزائر انا شوف الجمال فيها عمادي اجل الله سبحانه وتعالى الى اخر اخر نحن فتحنا ابواب ليس فقط ابواب المساعدة لغير المسلمين بل ابواب التوظيف والتوظف داخل الاغاثة الاسلامية في اوائل التسعينات لغير المسلمين كان مسؤول قسم المعلومات اللي فيه الاغاثة الاسلامية في واحد وتسعين او تسعين21 او اتسعين بعد أن سج公 has kaloها كيلان كان اخ مubenسي وغير مسلم خلقه هوا اللي في ايده كل معلومات الاغاثة التقنية كلها يعني انت بتدي بطن المؤسسة معلومات المؤسسة لرجل على غير الدين ليه لما توخينا فيه الصدق والامانة والحرفية فلما بدأنا بهذه المصداقية لما جات احداث 11 سبتمبر في 2001 كنا احنا مستعدين لها من 11 سبتمبر 1991 ليه لان احنا انفتحنا بانسانية الاسلام على العالم الخارجي لاننا اصحاب رسالة انسانية نقول نحن فخرين فيها باننا مسلمين كم فرع ان هذا يفن من الاغاثة الاسلامية في العالم؟ حوالي 40 فرع في اماكن كثيرة في من اندونيسيا لجنوب افريقيا لاستراليا بالوقت حتى يمكن فرع استراليا انا ما شفتوش لاننا نتركت لغاثة من 4 سنوات لفاسبانيا لامريكا طبعا امريكا فيها خمس مكاتب للاغاثة الاسلامية الكندا الى اخري الى اخري وذا يعتبر مثل كلمة طيبة خشجرة طيبة اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤدي كلها بكل حين بإذن ربها فالكلمة الطيبة دي هي النبتة الصادقة التي وضعها اخونا عمر التي في ارض صالحة فرعاها عمر ورعاها من مع عمر بهذا الزخم تبارك الله لعمر ومن حول عمر في هذه النبتة اصبعت هذه الثمار الكثيرة والاشجار الكثيرة لماذا انت نصح لنا دكتوري يعني احنا النهاردة بدأنا عهد جديد في مصر بعد صورة عظيمة والحمد لله تمت انتخابات الرئاسة وجاء الى مصر رئيس منتخب واصبحا ان نفكر في المستقبل نفكر في المستقبل على كافة الاصعيدة على صعيد الاقتصادي على صعيد الصناعة تفكير في تطور الصناعي وكيف مصر تتحول الى بلد صناعية منتجة وزرعية ايضا وغيره لكن على مجال التنمية البشرية بماذا انت ناصح عندنا في مصر نعمل ايه؟ عندنا في مصر حجم فقر شديد ما بين الفقر العادي والفقر المطقع والفقر المعدم عندنا 25 مليون عشرين في عشوائيات يفتقدوا الى مقاومات الحياة الدنيا للاي انسان عالي عندنا مشاكل يمكن لو سمعت حركة المدخلة بتاعة السيد بازري فرغالي اصحاب المعاشات يعني لا يكفيهم حد الكفاف من المعاشات الهزيلة جدا صحيح كالترخير الرئيس رفع معاش الضمان من 150 جنيه او 200 جنيه لمن لا لهم لا معاش ولا تأمين صحي لكن ماذا انت ناصح الاغنياء في مصر اصحاب الافكار النبيلة الناس الذين يريدون ان يقدموا خيرا الناس اللي بتميل الى مجال العمل التلموي عمل مجال التلمية البشرية هو بالنسبة لمصر حاليا تحتاج لكذا بداية اول بداية انا اعتقد انها تكون بداية المصالحة فالرسول صلى الله عليه وسلم حينما دخل مكة اه قال لاهل مكة ماذا تظنون اني فاعلا بكم قالوا اخينك 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 مؤسسات عمل خيري او مؤسسات اه تطوعية مؤسسات المجتمع المغيبنة اللي في مصر تعتبر ضعيفة البنية ضعيفة الترتيب ضعيفة البناء ضعيفة القدرات وده كان جزء قد يكون من نظام اراد ان يقزم دور وعمل وحجم هذه المؤسسات لكي لا تفرز حلول مجتمعية وبالتالي تفرز قيادات مجتمعية يخرج من هذه القيادات المجتمعية قيادات سياسية تحاول ان تكون جزء من السلطة التي تريد ان توجه مصار الدولة نحن في هذا الامر لابد ان نهتم اهتماما اوليا واولويا ببناء نسيب مجتمعي قوي من خلال تقوية وتفعيل مؤسسات المجتمع المدني بكافة الوانه سواء كانت خيرية اغاثية سواء كانت تنوية سواء كانت احزاب سواء كانت الى اخري الى اخري الى اخري الى اخري لان احنا نرى التجربة الديمقراطية الحديث اللي اتراه مصر التخبطات اللي موجودة في الساحة المصرية الان لان المؤسسات الموجودة بعيفة او وليدة او ليس عندها الخبرة حتى لغة الخطاب في بعض المجالس والبرلمان كانت لغة تعتبر لغة بسيطة جدا 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 تؤدي الى الصدام لان الناس ما زالوا يريد تدريب عالي جدا فنحن الان سنبدأ مرحلة انتقالية بعد تولي الوزارة بإذن الله سبحانه وتعالى الجديدة الحكم مع سيادة الرئيس دكتور محمد مرسي هذه الوزارة انا خوفي منها بحاجة واحدة انا عندي مؤسسة مجتمع المدني البعيفة وعندي احزاب ضعيفة وعندي قيادات مش موجودة الان او قليل منهم اللي موجود ولكن في لابسوقت عندي الكثيرين الذين يدعون القيادة ويدعون الخبرة ويدعون كذا وكذا وكذا انا خوفي الشديد وانا عندي خبرة في العمل المجتمعي قرابة 30 سنة او اكتر ان ان تشكل حكومة انتقالية من فرقاء متشاكسين وده بذكرنا بان الشركاء المتشاكسين الفرقاء المتشاكسين مهما كانوا من حزب واحد قد يكون في حزب واحد خمس او ستة او سبعة حقائب وزارية لكن لو كان عندنا تأتينا حقائب وزارية حنضطرنا دم الشباب ودم كذا وكذا وكذا فانت بتجد نسيج يعني صعب انك تؤلف بينه خاصة في داخل منظومة وليدة صحيح الحكومة القادمة حكومة اقتلافية واتصور دي المشكلة بالحكومة القادمة انها حكومة اقتلافية وان رئيس الوزراء القادم يعني عنده مشكلة في التناغم مع كافة الطيارات الموجودة في داخل الحكومة هل احنا محتاجين لحكومة اقتلافية وان احنا محتاجين لحكومة التكنقراط يعني موافق خيارين امامنا الوقت هل احنا نستطيع ان نجعل ممكن يقول اتنين في واحد يعني تكنقراط اقتلافية مثلا بس انتحدتك لما تجيب مثلا مايسترو وانا اعظم بالتفكير في هذا الايطار لان انا خوفي لان انا اعمل في الشارع اه في الشارع بالذات يعني وعرى ان في مشاكل تحت داخل الوزرات لا يعرفها احد الان الا الجماعة التكنقراط اللي موجودين داخل مثل هذه الوزرات قد يكون في بعض الوزرات السيادية زي الخرجية زي الدخلية زي الاقتصاد زي الدفاع كذا كذا دي ممكن نجد لها وزراء سياديين من حزبه معين الى اخيره لكن انا ارتاح شخصيا الى ان اؤلف هذه الحكومة الاقتلافية ليس من داخل الاحزاب ولكن من داخل التكنقراط اللي ده كان داخل الوزرات لكي لا يحدث هذا الهزير الصدمات التي نخشى علينا دي نقطة نمو اتنين نقطة نمو اتنين الاهتمام بالشباب الشباب ليسوا زينة نتزين بها الشاب لايبود ان يكون لهم مصار مصار ومصار مرسوم الخطة ومصار كجزء يعتبر هو النسيج المجتمع المستقبلي لمصر نفسها لابد يكونوا كيانات مستقلة تستطيع ان تصير فكرهم تستطيع ان تصير احلامهم تستطيع ان تصير قدراتهم على الانتاج وعلى تحويل هذه الطاقات الى مشاريع انتاجية اما بالنسبة الرجال الاعمال فعليهم اللي هي بنكلمها المسئولية الاجتماعية سواء كانوا هما حينشئوا مؤسسات اقتصادية في كثير جدا من مؤسسات انشأت عن طريق رجالات الاعمال سواء كانوا هما حيشاركوا في بناء النسيج المجتمعي بمساعدة مثل هذه المؤسسات المجتمع المدني اخرى لكن في امر اخر وهو المهم جدا جدا ان انا نبد ان ننشر ثقافة بناء الجسور وبناء الاقتلافات وبناء المنتبات وبناء الشراكات ماذا؟ بين مؤسسات المجتمع المدني لكي لا يحصل تكرار نفس ما حدث في اماكن اخرى في العالم الاسلامي او العالم العربي او العالم الغربي احنا نرين انه انا مثلا كنت في الصعيد لسه جاي من الصعيد لسه عشان انا عارف ان ازيارتك للصعيد بعد الصورة يعني لها مغزة طبعا مهم عايز اعرف شايفها ازاي بعد الصورة الصعيد الصعيد فارها يقول انا بفقر القاهرة القاهرة تعتبر خمس نجوم صحية فنادي خمس نجوم في عشوائيات في كل شيء انا معدرش هتصور ما رأيته في جنوب اصوان في بداية مشارف النوبة او في السيوت او في الدنيا او في المينيا الاخرية ودي زيارة سريعة جدا ده عاستاذ انا قلنا انا اعلم بكل هداشة لكن فعلا الصعيد حرم وحرم وحرم وكثير مننا وانا منهم اثمون او اثمين على ان انا اهملنا على الصعيد بتكاليف بسيطة جدا 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 لكني رجعت متحمس جدا لماذا لان انا قيت فعاليات غير عادية غير عادية وكفاءات غير عادية واصرار وايمان غير عادية من اهل اصوان واهل اصيوت واهل المينيو اللي زلتهم في ثلاث ايام ولا بعد ليه عايزين يعملوا شيء عايزين يوجهوا عايزين يعملوا اتحادات اتلافات عايزين يبنوا لهم رؤية مستقلة وما يريدون مننا فقط التشجيع والتوجيه والامكانيات البشرية موجودة الامكانيات المادية موجودة سواء كانت في الصعيد احنا نقول لاغنياء القاهرة هي اغنياء القاهرة نموا الصعيد خط الصعيد كله خط تحت الفقر دي كده نتكلم عن 25% 25 مليون او عدد العشوائيات اللي في القاهرة اللي موجودة عندنا وفي اسكندرية اخيرا فننظر لو نظمنا لبنسويف للإنة للمينيا لتبانسوهاج لعصيوت كل الحاجات دي كلها ان احنا هنا يعني البون شاسع نبين فقر والجنوب الوادي وفقر القاهرة وفقر اسكندرية وفقر المناطق الاخرى فلذلك ان احنا هنا نوجه رجال الاعمال الى ان ينموا مثل هذه المؤسسات يبنوا الاقتلافات بين المؤسسات الصغيرة اللي كي يتكبر نخرج فعاليات هذه المؤسسات الى ما نحن في القاهرة او في العالم الخارجي اللي كي نقول نحن عندنا منظومة انسانية مجتمعية خيرية لا نستطيع ان نقبع ليس العالم العربي فقط ليس العالم الاسلامي فقط ولكن لان نبرزه على العالم الكبير بدولياته كلها فننظر الى السعيد كقضية وننظر السعيد كاستثمار كذلك وننظر القاهرة كقضية وننظر القاهرة كاستثمار دائما هناك دائما حالة تشكيك في المجتمع المدني دائما هناك حالة تشكيك في المنظمات الاهلية اللي تعمل لخدمة الفقراء دائما حالة عدم ثقة احيانا خصوصا انها مرتبطة بالتبرعات نشوف ازاي ازبط الثقة دي ممكن يتم تلاشياء خلال الفترة القادمة بوضع قوانين داخلية وخارجية ومعايير واضحة ووضع معايير الشفافية بالذات والمحاسبية والمراجعة والحوكمة داخل المؤسسات عن طريق وزارة التضامن او عن طريق الجمعية نفسها اللي احنا نتكلم فيها اتحالة التشكيك لن تقف سواء كانت هنا في داخل مصر او في خارج مصر سواء كانت في الغرب او في الشيخ لكن هناك هناك في الداخل انا اذكر لو ذكرنا احنا 10 او 15 مؤسسات كبرى التي نمت في خلال العصر بتاع المعدي لكن هناك في آلاف من المؤسسات التي استطاعت ان تبني ابداعات في كل مكان في مصر واصبحت وابرزت للناس ان مصر قادرة على ان تتخطى هذه العقبة وهي عقبة عقبة ايجاد الحلول للمشاكل المجتمعية المتجدية داخل المجتمع ان التشكيك مش هيوقف لكن انا لن لن انقطع عن العمل ولن انقطع عن التواصل ولن انقطع عن التشكيك وهذا ما حدث فعلا فيه ساعات في اسوان وبدأ ساعات في اسوان استطاعنا ان نجمع حوالي تلاتين او اربعين جمعية في اسوان واربعين او خمسين جمعية في اسوان وهم استطاعوا لقد بدأوا يجلسوا مع بعض اللي كي يكونوا شبكات فماذا كان فيه اهتمام وتزاور ما بين بعض المسؤولين او بين بعض الجمعيات الكبرى لكي تتواصل مع مثل هذه الجمعيات التشكيك مش هنعرف منه لكن اذا حصلت اذا وضعنا النظام فيه معيارية فلم ينقطع التشكيك لكن سيقل وسيقل وسيقل هنطلع فاصل نرجع تاني لكم الحوارنا مع استاذنا دكتور هاني البن المؤسس الاغاثة الاسلامية في العالم هذا الرجل يستحق الكثير يعني وله ايد بيضاء على الكثير والكثير فيعني بالتأكيد حوارنا معانا حوار يعني انا بشوف انه اضافة كبيرة جدا لنا النظام فاصل علينا النظام اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة